السلام عليكم من البنات ومرحبا بيكم معي فيديو جديد نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير يوم ان شاء الله رجعت لكم بروتين جديد وطلبية جديدة بالنسبة لطلبية اليوم فكانت جد جد مميزة بالنسبة لي فذا كشي لاش ارتقيت انني شاركها معكم باش تستفدوا معي و تشوفوا معي كيفش نظمت وقشي كيفش خدمت هذه الكوموند هذي و اللي كان فيها ستاديا الطباس الحلوه خدمتهم في اقل من 24 ساعة الحمد لله واخكا اليوم متعب بزف بزف ولكن الحمد لله ربي وفقني وكملت الكوموند ديالي في الوقت المحدد هذا هو اهم شي عندي بالنسبة لي بالنسبة الكوموند فكانت مناسبة ثلث ايام ديال واحدة دا ولدت ثلث ايام كانت جي قبل السبوع ماشي سبوع انما كانت جي قبل السبوع كان فيها جوج شكيلة ديال حلوه تلوز وكان عندي جوج شكيلة ديال الصابلة واحد الحلوه ديال ان شاء اللي كانت جي رائعة وفي قصد اللوز ستشوفوا معي ان شاء الله كل شي باداك تفاصيل طريقة كيفاش نضمت وقتي باش كملت هذه الكوموند هذي في اقل من 24 ساعة كيفما سبق لي وقت لكم ورابو حدي معا واني حتى شي واحد الحمدول الله غير كيف تبقى كيفاش تنضموا الوقت ديالكم هي اللي كتخليكم تخدموا احت اكتر من هاد الكوندتي هذي وفي اقل من هاد الوقت هذي اللي خدمت فيه انا يا تبعوا معي يا حبيباتي الفيديو حتى الاخير ان شاء الله غاد نشارك معكم كل شي باداك التفاصيل غير ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم ديروا حبيباتي واحد باش تعم الفائدة وايضا ما تنسوش لاول مرة كتزور القناة ديالي تشتركوا تفعل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات ديالي وقبل ما غير نبدأ معكم الفيديو بغيت نقول الاصحاب القنوات الصغرى اللي باقي ما كملوش شروط ديال اليوتيوب كينا واحدة سيدة اللي تقدر تعاون معاكم باش تكملوش شروط ديالكم ديال اليوتيوب باش تفعلكم القناة ديالكم غادي نخليلكم الرقم ديالها هنا في اسفل الفيديو وغادي نخليلكم ايضا لتحت في صندوق الوصف وفي اول تعليق اللي بغا تتواصل معها غا تتعد معاكم بزاف باش انكم تحقوا الشروط ديالكم ديال اليوتيوب ويلا نبدأوا بسم الله على بركة الله هنا البنات اول حاجة بديت بيها هنا بالتليلة قبل تقرب هنا كانت شيل وحدة الليل اول حاجة درتها وانني صوبت العقدة اللوز انا غادي نحتاج جوج شكيلة ديال الحلوات اللوز وفيهم غي كيلو كيلو يعني فيهم مش بزاف سيدة طالبة ما بين 40 او 45 حبا يعني هذه غادي نجم تقريبا كيلو اولا كيلو ومائة جرام في كل هشكل خديت هنا يا كيلو دياللوز صغط به العقدة وقسمتها على جوج كيف ملاحظتم معايا النصف درت له الملوين الابيض باش نتحصل على واحد العقدة اللي كتكون بيضة والنصف الثاني غادي نشكله كويرات وغادي نخليه غير على اللون دياله ما غا نبدل فيه حتى شي حاجة نشكله كويرات الوزن دياله تقريبا ما بين 18-19 جرام انا دائما الحلوات اللوز كان دياله شوية كبيرة مكتعجبنيش الحلوات اللوز تكون صغيرة وتعرفوا الحلوات شحل ما كانت كبيرة تكون همية اكثر هنا صافي ميم حضرت هاد العقدة ووجيتها على تساحية تعلية غادي ندوز هنا ايضا نعجن العجينة اللي غا نحضر بيال الحلوات اللوز وضعت هنا 750 جرام دقيق كاز قل زوج معالق زبدة مدوبة وضعت واحد زوج معالق زيت النباتية وضعت واحد معالقة ديال السكر غلاسي ورشيشة الملح وضعت هنا واحد معالقة صغيرة ديال الملوين الابيض لان انا كيف ما تعرفوا دائما الحلوات اللوز دائما نضيف لها الملوين الابيض كتعجبني الحلوات تكون هكذا بيضاء لا تعجبنيش تكون هكذا بيضاء الا كعب غزان اللي كنخليه في لونه صافي مي منها بالنسبة اللي عجينة كيف ملاحظتوا معيها بسيستها غير بلتها نجمحها بالماء ومظهر وغادي نخليها يعني احتال الغدانة هنا حاولت ما امكن اني اني نحيد عليها غير شي حاجه كبسيطة لاني انا غالبا ما كان بداش الخدمة بالليل ان الليل كان بغين ننعس باش نرتاح باش الصباح نفيق بكريه ونخدم انه صراحة الخدمة كتكون في الصباح في النهار اللي كتكون فيه الخدمة مزيئنة وكتتمشي لك الخدمة اما بالليل رو ما كتتمشيش الخدمة نهائيا فدك شعليش كنحاولنا كده ننقص عليها شي حاجه اللي مكنت تديليش الوقت انه هنا انا كنت ادنجا خدمت سلو كان عندي فلاكو موند حتى سلو خدمت سلو حيته وعليه عاد وستنحيد عليها اكتشي حاجه هنا البنات كيف ما لحتموا معين بعد مجموعة العجينة قسمتها كدو حد طريف ضفت له شوية الملون الوردي باش تحصلت على هاد اللون هذا باش غدي نزين بي الحلوة دي صافي خليت الحل العجينة فتلاجة باتت ليلة كاملة العقدة عندي واجدة في الصباح هنا يب مجرد ما فقت ولكن رافقت صباح بكريه البنات كيف ما كون قوليكم دائما انه بغتي تكوني حلوية محترفة وناجحة ضروري من الفياق بكريه انه لما فقتش بكريه ما غديري حتى شي حاجه ولكن هنا انا غفقت مباشره من الخدمة ديالي ما درت حتى شي حاجه من غير الفطور كيف ما كتعرفوا كانت الخدمة عندي مزروبة وصيدة كانت ولدات يعني كانت بصرعه نخدم هاد الكوموند هادي الحمدولي الله غي من اللي ساليتها الحمدولي الله في الوقت صافي هنا كيف ما لحتموا معي الحلوة العجينة بعد مجموعة التلاجة ونرقتها كده حاولت انني انطوها كيف ما لحتموا معي راكت كان هضروا الفيديو خدام هنا يدوزتها في الورقة كندوزها من الرقم 7 حتى الرقم 4 يعني كتكون شوية مرقي خش بزيف وما كتكون شعود ثاني غليضة بزيف ومهم كندوزها في رقم 4 إذا كنت بغن زين بها كندوزها كندوزها في رقم 3 او لا رقم زوج صافي هنا كيف ما لحتموا معي دوزت العجينة في الورقة كيف ما تلاحظوا معي حتاجت هنا واحد قطعة دائرية وغا نحتاج هاد المطيبع هادا ديال التومة كيف ما كتلاحظوا معي هنا قطعت هاد الدوائر هادو بالقاط تقريبا كأن كان شوادة كانت تلوزت وغضبما تلوزتぉ فيها هاد المطيمة هادا ديا للحادا ديال التومة لكن ما armour ever teacher كانت تلوزت قال بها مطيبع هادية ديال هاد مثل今日は تلوزت العكوم كانت قرية عدد فيها بالاصبوع باش كانت شكلها كانت على حفيرا من الوسط ونكمل tough فورما التي تكون مساوية قليلا لا يعجبني هذا المطابع بهذا الشكل يوجد جزوين التي تضغط على الحلوة تأتي الحلوة مفقعة وتعطيها جمالية احسن من انها تبقى هكذا بعد مسالة الكمية التي لدي هذه العقدة كانت تقريبين 45 او 46 حبة سنتقوم بالتزيين هذه الحلوة كما لحتوا معي اخذت العجينة الوردية اذا رققتها في رقم زوج نفس الشي بالنسبة للعجينة البيضة احتى هي رققتها في رقم زوج سنحتاج هذه المطابعات الياسمينة سنتحن الوسط الحلوة لبيض البيض وسنوضع الوريضة باللون الوردي ووريضة صغيرة ببعض لون البيض لكي تحصل على هذا الشكل كيفما تلاحظون معي وريتكم الحبة في الاول ومتابقة سنكملو كامل بنفس طريقة كيفما تلاحظون معي صراحة لم اخذتش لي بزاف ديال وقت هاد الحلوى انه كانت واحد الكيمية قليلة غير 45 او 46 حبة وهنا البنات بما انه كنت مزروبة ومعنديش الوقت والكلية نعطتني اه الاختيار لي انني نختار اي حلوى اه غادي تكون زوينة فدكتشي لاش حاولت انني نختار غير الحلوى اللي ما تديليش بزاف ديال وقت في الخدمة بالنسبة للشكل الثاني فقدين ناخد هكدا العجينة اللي ايضا نرقتها في رقم اربعة قادي ناخد واحد طريف كيفما كتلاحظوا معي على شكل مستطيل بعد الشكل هادا وقادي ناخد العقدة ديالي اللي كنت اضفت لها الملوين الابيض قادي نحرب لها هكدا على شكل بودان اللي كيكون شوية غلاد ما كيكون شرقية بزاف كيفما قلت لكم باش تجي الحلوى هكدا كبيرة شوية ما تديش صغيرة بزاف صراحة الحلوى الزوينة هي اللي كتجي كبيرة اما اللي كتجي صغيرة اما ما تجيش بينا فيها قاع بانها حلوى بلدية حسا في كيفما لحتوا معي هنا وضعت داك البودان في الوسط ديال العجينة ولويت عليه العجينة كان دير غي واحد دورة ونصف باش ما تجيش العجينة بزاف ومن بعد كان دهن القنت ديال العجين بايض البيض وكان نحاول هكدا انني نحرب له واحد شيو ونضغط عليه شوية ومن بعد كان نقطع الحلوى ديالي بواحد الموز اللي كيكون ماضي بشكل معينات وكان ديرها كده واحد اللي افتحها من الوسط غيب الموز باش كان وضع فيها كده واحد الوريضة بهاد العجينة اللي ضفت لها الملوين الوردي كيفما كان تلاحظو معايا كان ناخد العجينة اللي رققتها في رقم زوج وكان نطبحها بواحد المطابع دائري اللي كيكون هكدا في يدوك مش النف شوية مع الجناب وكان نشكل واحد الوريضة وكان نغرسها في ذاك الحفيرة اللي درتها في الوسط من بعد كان اخد واحد القلم وكان تبت في ذاك الوريضة كيفما كان تلاحظو معايا بهاد الشكل هذا وكان اخد المنقاش وكان بدأ ننقش الحلوى ديالي مع الجناب بهاد الشكل هادا كيفما واضح لكم في الفيديو حتى هذه الحلوى البنات سهلة ما كانت اديش ملكم الوقت بزاف نهائيا بسرعة توجد وكيفما كان تلاحظو همية وشي حاجة زويرة وراقية صافي عندما كيفما كان تلاحظو معايا كان اخد هكدا ديك الوريضة كان تبتها في الوسط ديال الحلوى ديالي ومن بعد كان اخد المنقاش وكان بدأ ننقش في الجناب ديال هادا الحلوى هادي طريقة جد سهلة وجد مبسطة هكدا كان بقى مستمر حتى كان نكمل كيميالي العقدة اللي عندي كلها حتى هادا الحلوى دي تقريب راه خرجت لي شي شي 48 حبه هكدا او لا 50 حبه صراحة عادي كتخرج شوية كونتية كبيرة وما كان تضيشتها بزاف الوقت في الخدمة صافي هنا يا من بعد ما ساليت الحلوى ديالي كيفما كانت تلاحظو معايا ستفتها كدف وحد لطالي كتدخل الفرن ونخليها تنشف على خطرها هنا كان باقي الوقت يلا العشرة تصبح من اللي ساليت هذه الحلوى هادي هنا قدست مباشرة باش نحضر الفقاس نحتاج كمية قليلة تغير ثلاثة الحبات البيض كاس السكر حبيبات كاس العنباء الزيت النباتية نصف كاس الحليب يكون بدرجة حرارة المطبخ رشيشة الملحة كيس الزهر ونخليط كل شي في الخلاط الكهربائي نطحنهم بزيان مع بعديتهم ونضيف عليهم واحد كاس تقريبا ديال الجنجلان اللي منقي وكاس اللوزلين في الزق في الماء ومازهر سوف نضيف دقيق شوية بشوية ونضيف نصف كيس ديال خميرة كيماوية تقريبا 1-4 جرام ديال الخميرة ونضيف دقيق شوية بشوية اللي بغا تشوف الفقاس بتتفصيل مميلة سوف نترك لكم الرابط دياله هذا فقط كان مجرد روتين فذا كشي لاش حاولت اني ناخد لكم فقط مقتطافات من هذا الروتين هذا بالنسبة لها الكيمياء هذه ديال هاد الفقاس عديرا كتخرج لكم تقريبا كيلو ومائة جرام بالضبط ديال الفقاس سوف نضيف دقيق شوية حري بلات اللي كيكونو غلاد شوية نضيف فوحد اللات اللي نكون دايجا نفرشالها الورق ديال الفرن باش ماي اللي غاندهنها باش مايتحرقش لي الفقاس ملتحت وصفي غادي ندهنهم بوحد الخالط ديال الماء والكاكاو ما كانديرش البيض كاندير غير الماء والكاكاو والمر وكاندهن الفقاس ديالي كامل وكاندهن من الفق او لا كاندهن الوجه ديالي كتاب واحد الخطيطات اللي غادي نديرهم غير بواحد الفرشيطة وصفي غادي ندخل فران كيكون بارد هنا عليش بديت بيهو اللول باش ندير الفران يكون بارد ومنها يسخن الفران باش نطيب الحلوى اللي تبقات لي من بعد هنا هيا اضحان سابلي من حلو ك estas بلزبظة طرح عجينه بسوارة واحد عجينة اضحان مئو وخمس و عشين زبدة ثابته فقط لانى قد نحتاج غزج كيلو ماركارين كاس سكر مطحون رشيشة ملحة واحد المعلقة صغيرة بخالينة اللوز تقدرون تنكهو سواء بخالينة او نيس الكاراميل او اللي بغيتو ودرت واحد المعلقة صغيرة بشيجيني صعب لمقرمش ودرت ايضا هنا واحد الكاس العنباء زيت النباتية منصف عجينة 250 جرام الزبدة اضع نصف العنباء ونفعل حبات البيض يكون الحجم بشيجا كبير ودرت ايضا رشيشة الملحة الأول وكاس سكر بينه ضعفة الفانيلة وكاس الزوك الفانيلة وانتقرون البخالينة سوف اضعان لوجو تقدروا احد المعلقة بخالينة مطحون يمكننا جميع العجينة لم تكن بجد العجينة نهائيا ونجعلها على جن بترتاح في التلاجة على منصوب الحلوة الاخيرة بالنسبة لهذا الحلوة هذي نحتاج فيها 100 قرام ديال الزبدة ايضا هنا ستعملت زبدة مارغارين كاس إلا ربع ديال اسكار غلاسي على جدرت 100 قرام ديال الزبدة لانه أنا محتاجة غير واحد العجينة صغيرة يعني غير لقياس 1 كيلو 100 قرام او لكيلو 200 قرام مكدا ديال هذي الحلوة هذي اراها ما كتخرش بزاف من غالي لو بغيرتوا تخرجوا كونتي تي كبيرة ستعملوا 250 قرام ديال الزبدة ستحتاج هنا واحد كاس إلا ربع ديال الزيت النباتية زوج ديال صفار البيض كما تلاحظوا معي هنا هي زوج ديال صفار ديال البيض كاس ديال النشا واحد معلقة صغيرة ديال خميرة كيموية تقريبا هنا عندي اربعة قرام كيز ديال سكر بينه كاد الفانيليا ونضيف واحد المعلقة ديال نسلي عادي حليب مركز محلة تقدروا تعوضوا بنسلي كراميل او لا تستغنوا عليه فمرة سوف نعجن العجينة ديالي نعجنها بطريقة عادية كيفما نعجنه الحلوية ديالنا كاملين سنخدم الزبدة مزيان مع ديال السكر غلاسي ونضيف مرشيشة الملحة ودك الفاني ونضيف الزيت ونخلط مزيان مزيان ونضيف معلقة ديال نسلي مع ديال زوج الحبات ديال صفار البيض وفي الاخير سنضيف ديال الكاس اللي عندي ديال ننشا مع ديال معلقة صغيرة ديال الخميرة الكيموية ونجمع العجينة ديالي بالدقيق شوية بشوية غير بالاطراف ديال الاصابع ديالي حتى تجمع لي العجينة ديالي ما كتاخدش بزاف ديال الدقيق هذه العجينة هادي تقريبا كتاخدها كده 1-450 قرام حتى ال 500 قرام ديال الدقيق انها تكون دطرية تكون مرخية ما كتكونش قاسحة بزاف صافي من بعد ما كان عجين العجينة ديالي كان بده كانت شكلها كده كويرات تكون بعد الحجم هذا انا درتهم شوية كبابرين اذا بغيتوا تصغرهم تقدروا تصغرهم الناراكات تنفخ في الفرران ما كتبقش في نفس الحجم ديالها لكن انا هنا لا درالي انني درت الحبات ديال الحلوان اللي عندي كاملين الحجم ديالهم شوية كبير دكشي لاش كبرت حتى هذه الكوريات هادو سوف نشكل العجينة ديالي كاملة على شكل كوريات بهذا الحجم هذا ومن بعد سوف ندخل الحلوة ديالي للفران الفران راديج عندي سخون لانني كنت كنت طيب فيه الفقاس كي يكون سخون كنت طيبها من الفوق النار تكون تحت منها حتى تبدأ تتحمر وكتدهب مع الجنب وكتبطها لتحت اخط غير واحد اللي وينها كدهب وصافي كتحطوها سوف ندخلت الحلوة ديالي للفران دست هنا مباشرة باش نشكل الصابلي ديالي هنا كان صافي بريد و العجينة تمسكات كيف ما كانت تلاحظوا معايا هناك انا نرقق العجينة ديالي مع بين زوج ديال البلاستيكات وغادي يحتاج هنا هاد زوج ديال المطابعات هذا اللي كيجي شكل ديال ومربع بهذا الشكل هدا وغادي يحتاج واحد المطابع اللي كيكون دائري سوف يكن طبع هاد النصف ديال العجينة ديالي بهذا المطابع هاد اللي غادي ندير بهتقريبا 1-45 حبة كيف ما سبق لي وذكرت سيدا ركزت لي علا انا غادي يكون عندها العدد ديال الناس هاد يكون عندها ما بين 40 و 45 حبة عفوا سيدا فذكش علاش انا حاولت انني نمشي لها غير في هاد العدد ديال 45 حبة باش هكدا يكون العدد ديال الحبات بالقيس ديال العدد ديال الناس اللي عندها سوف هنا كيف ما لحتوا معايا هاد ندخلت الصابلة ديالي الفراني طيب يطيب من الفوق النار تكون من تحت منو انا تقريبا الصابلة كان طيبوغي من الفوق لان عندي الفران ديال الانوكس كيحمر لي من الفوق ومن تحت نفس الشي بالنسبة للنصف الثاني ديال العجينة رققتو ما بينزوج ديال البلاستيكات وغادي انطبعو بهاد المطابع الدائري هادا لي كيكون هكدا فيه هدوك مش النفس الشي شوية مع الجنب هاد الشكل هاد الدائري فغادي هاد نطيبو فوق هاد السيلبات بافوني الى كان عندكم ما كانش من توفر عندكم تقدروا تستغناء عليه انا غادي ندير غير نصف ديال العجينة غادي نديرو هاد السيلبات هادا والنصف الثاني غادي نديرو سامبل يعني غيف اللطاء العادية لانه غادي تلصق حبه ما احبه وانا عندي الغرض غيب الحبه اللي تكون من الفوق سافينا يدر تسابلي ديالي طيب غادي ندوز هنا باش نحضر النوكا مادم عندي الفران باقي شاعل وباقي سخول غادي نطيب معاكم النوكا بالنسبة للنوكا غادي نحتاج هنا اياه 100 جرام ديال السكر مع 100 جرام ديال الجليكوز 100 جرام ديال الزبدة غادي نديروهم فوق البوطة حتى كيغلة وغادي نضيف معاهم 200 جرام ديال الجنجلان النوكا حتى هي سبقلية وشاركتها معاكم بتفصيل الموميل غادي نترك ليكم الرابط ديالها ايضا لتحت في صندوق الوصف اللي بغا تدخل تشوفها هنها غادي نحتاج هاد السيليكون هادا للشكل ديالو دائري وفي واحد الحفيرة من الوسط الشكل راكي بخي اختياري انتم ما ديرو الشكل اللي بغيتو وغادي نعمر فيها هكذا النوكا ديالي وغادي ندخلها للفران طيب تعيانا ما كتاخدش بزعف ديال الوقت مدة ديال عشرة دقيق او لما توصلش كتكون النوكا طيبة هنا سفي البنات كيفما كتلاحظوا معايا من بعد ما طيب تصابلي شوفوا معايا كيفش كيكون طيب ديال السابلي وكيفش كي يجي هاد السابلي ما كيتقلص ما كيتغير الحجم ديالو ومحتش شي حاجة كيبقى هو هو نفس الشي ايضا بالنسبة للخلوة اللي شاركت معاكم ديال ديال انشاء كيفما كتلاحظوا حتى ايكا تجيزوين وشوفوا معايا كيفش كيكون اللون دياله وصار حركة جيه شيشة من الاحسن خلي واحدة تبرد عادوا او بغيشوا تزينوها تزينوها بالنسبة للتزين ديالها فانا كندوب شكولاتة الابيض فوق حمام مائي وكننغطسها كتاف شكولاتة البيضاء كيفما كتلاحظوا معاي كانوضحها في شكولاتة البيضاء وكننوضحهاها في واحدة اللاتة اللي نكون مفرش لها إما ورق الفرن وإما سلوفان كان بداها كده نمشيها باش ما تبقى الشدالية من تحت الشكولاتة بزاف وكانوضحها المهمة كاملة في شكولاتة البيضاء من بعد كانزينها في أغطيطات ديال الشكولاتة البيضاء ملفوق بهذا الشكل هذا وكنوضحها كده واحد الحبات من الفوق ديال العقيق اللي كيكون في الألوان انا هنا استعملت هذا العقيقة اللي فيه اللون الوردي والبنفسجي والابيض لانه يعني البنيوتة اللي عندها تلتيين كانت بنو تعمل شي وليدي لكن عندكم ولية تقدروا تديروا الازرق او لا ديروا الالوان اللي بغيتوا تديروا سوف يوم من بعد كن وضع الحلوة ديالي هكذا في كويرتات اللي كيكونوا في نفس اللوني كيكونوا بويض باش هكذا يعطيها هذيك الحلوة كتعطيها واحد الجمالية اكثر هنا بالنسبة للسابليد نيسونس او للسابليد الزيادة فانا غادي نخدم غيب بعجينة السكر لاباتا سيكر ما صوبتش لاباتا وشوكولا انا مكنش عندي الوقت نهائيا باش اني نصوب لاباتا وشوكولا خديت لاباتا سيكر خواجدة خديت البيضاء وخديت في النون الوردي وخدمت بها ماشي مشكل من اللي كانت تجيغي في كيلو ولا زوج كيلو ماشي مشكله لاخدينها هكا انا كيف ما قلت لكم انا بقيت كنقلب على الحاجة السهلة اللي ما غديش ديالوقت سوف هنا كيف ما كانت لاحظوا معايا انا طبعت الباتا سيكر في اللون الابيض بنفس المطيب عليه طبعت به السابلي وكانت هنا كده الوجه ديال السابلي باي تعليقة متوفرة عندكم انا هنستعملت غير النابج والغليكوز مع شوية الملوين الابيض هذي كانت ديج عندي واجدة فتلاجة غي سخنتها وبدت كنلصق بها هكذا الباتا سيكر مع السابلي ديالي ومن بعد ما سعليت السابلي كامل لصقت له هذك الباتا سيكر البيضاء هنا غدي نزينو بهذا الموتيف هذي 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 سابلي ساهل وما كيديش حتى الوقت بزاف هنا غدي نزل للسابلي ديال النوغا اللي غدي نلصقه ايضا بحث تعليقة ديال الشوكولات مع العسل والكراميل هنا استعملت غير الشوكولاتة البيضاء ضفتليها العسل وضفتليها النوكها ديال الكاراميل هنا بنسبة للنوغا من بعد ما طابت كيف ما كانت لاحظو معايا كنخليها كده فوحد لطاحته كتبرد وكانستعملها كنلصقها كده وحده مع وحده هذي السابلي ومن بعد اه كان نلصق من الفوق النوغا ديال الجنجلان وديك الحفيره اللي كانتكون عندي فالوسط نقسم 1 نصف حبة سوريز وضحاء في الوسط أعطيتها واحد شكل صراحة هنا كيف ملحت معي كان بقى مستمراء كده كان سالي الكيمياء اللي عندي كاملة صابلي هنا رأى كان الحقالي الليل خليت الفينيسيو صراحة كامل خليته حتى الليل وخليت حتى الطيب دي الحلوة اللوز خليته حتى وحتى الليل هنا البنات مبعد مسالية التزيين ديالي صابلي ديالي كاملين هنا هي الحلوة ديال اللوز راها نشفات خدت وقتها الكافي باش انها تنشف كيف ما كتلاحظوا معي نحاولت انني نستغل النار احسن استغلان يعني لم يكن نستغلنا واحد حتى تسالي عد كنموض نصوي شي حاجة اخرى في اي وقت اشفتها فارغة كنخذن فيها شي حاجة هنا الحلوة ديالي انا دخلتها للفرن كيف ما كتلاحظوا معي كنطيبها من فوق ماشي من فوق اللطا مباشرة ديال الفرن كنخلي واحد الاسباس بينها و بين النار كنطيب على خطرها و كنخلي الفرن مفتوح واحد شوية هنا في الوقت اللي الحلوة ديالوز كنطيب من نهارا الفرن كيسخن دزد هنا مباشرة باش نقطع الفقص ديالي كيف ما كتلاحظوا معي الفقص كي يجيناج حميه في المياه ولا بالاحرة كما نقولو مليون في المياه غادي نقطع الفقص ديالي غا ندخله حتى اول فرن يا طيب مهم هنا مشاركتش معكم اللي دخلتو الفرن في الوقت اللي الفقص راكي طيب انا جبت الحلوة ديالوز كيف ما كتلاحظوا معينا الحلوة ديالوز ما كان حمرهاش طيب تاخد حقه في الطيوب لكن تبقى هكذا شو شوية بيضه بعد ما خرجت الحلوه ديالي من الفران اجزت باش ندهنها بالنابج باش كتعطيها ديك اللمعة اللي كتكونها كده في الحلوه دياللوز بالنسبة الحلوه الاولى غد يغي ندهنها بالنابج ونخليها ونضيها في الكويغتاز اما بالنسبة الحلوه التانية اللي جات على شكل معينات فهذه غد نزينها من الفوق مشوية ديال العقيق اللي كنت وضعته في الحلوه اللي درتها بالنشاة غير عقد ذلك الوريضة من الفوق كان نرش عليها شوية ديالنبج من الفوق وصف هنا الحمد لله كنت ساليت الحلوه ديالي بالليل ما زلت تلحق عليها 12 دليل حتى كنت الحمدول ولله ساليت الكموند ديالي غير هنا في الليل كنت عيت ما قدرش نشاركه معاكم حتى الاصباح عد ودست باش نصور معاكم مشكلة كاملة اللي خدمتهم كيف ما كتلاحظوا معايا الصابلي كيفش يجي الحلوه ديالوز ديالي يجي رائعة هنا كنت في الكواغتات استعد علوها بشكل جدل رائع وزفتية نده اللوغو ديال كيف مه أجي رائع الفقاس البنت ع Jugend كما شاهدونじ كيف يجي الروح Hej! ونعمد عنها الوطه انا عدد ونج mujeres كيف لا تلاحظوا معي هنا سوف ندر السيدة في واحد الأبوات لتعطي معه شوفوا معي تسلو جراء و أخي كان الزربة و كان جزوين بثاف هنا كانت الكوانتيتي ديال السلو تقريبا كانت 7 كيلو ديال السلو هنا البنات سوف يشوفوا معي مازال ما فطرت ولكن صوبت لي واحد الكويس ديال العاصر باش نعطي لراسي شوية ديال القوى لأنه من لي ما تفطريش ما كانت قديش تحركي و انا في هذا الوقت ما كانش عندي الوقت باش نفطر و ما كانش عندي حتش تهيه باش نفطر مع الزربة والسيدة كانت ستجي مع العشرة تأخذ الكوموند ديالها هنا هي السيدة كانت جابت له هاد التباصل هادو ما اللي غادي نستفلها فيهم الحلوة بالنسبة له هاد التباصل هادو راك يتبعوا عند الناس اللي كي يبيعوا المماعين 8 يلوم ماشي غالي رام ديرين غي 30 درهم و غير يحتاجها كده هاد لتفريشة هادو ديال التباصل وعندي هاد سينتات هادو في اللون الوردي وعندي ايضا هاد السلوفان هادا اللي كنغلفو به التباصل هنا غادي تلاحظوا معي ربنات غادي نوزن التباصل هو اللول باش غادي نشارك معاكم كلها تباصل شحال هزلية ديال الحلوة على حسب العدد ديال الحبات لان سيدة بغايت كيما قلت لكم ما بين 40 و 45 حبة انا خدمت لها تقريبا كلهم خدمت لها 45 حبة وزنت التباصل جاب كيلو ومن بعد غادي نوزنو باش نعرف شحال هزلية ديال الحلوة انني انا في الاول ما كانت ضربة حسبيت اللي الميزان وانما كانت ضربة حسبيت عدد ديال الحب الوزن ومن بعد نوزن وقل ايضا عبد ميزان ه標 انا استفت الأمر في الديد حلوة هزلية ديال حام ديال الحلوية الديك تستفت تلاحظوا معي باستفت euch او بال station كيف تعرفة انا قد لنزن لها تسال كيفير loro نحن نبه نحن نشغل الميزة كان يوضع الطباس أبقى تقريبا الجميع مستطاع خلال 200غ لإضافة الحلواء الفقاس مستوى 100غ المستوى 100غ وضعه 90غ فقاس بخص مستوى 100غ الحلواء تقليل يوجد 100غ وقال عليها فقط سيدي الحلوه كما تلاحظه معي صراحة التباصيل يعطي للمسة للحلوه خاصه احسن انها تدار في البلاتو انا شخصيا عجبتني هذه الفكرة بثاف ديال التباصلات انه نرجع يعني ذاك الحلوه ديالنا نرجعها كما كانت هذه الحال في التباصيل كانت تجي احسن سوف نوضع هذا التباصل سوف نغليفهم بعد السلوف عن هذا ونزينه بعد البابيونة اللي عندي في اللون الوردي كما سبق لي وذكرت لان سيدة كانت تزادت عندها بنيتها فاذاك شي علاش تركزت بزاف على اللون الوردي وصفي هنا الحمد لله من بعد مسالي الكومون ديالي كاملا ستفت هات طباسلات صراحة احجر الشكل ديالهم زوين بزاف انا شخصيا ولو كيعجبوني التباصل احسن وليت كان خدم بيهم كتر من بلاتويات بالنسبة لبنات للاتمينة فانا حسبت ليها كل حاجة والتمن ديالها التباصل هما اللي جاوبتهم التفريشات والبابيونة والسلوفان حسبت لهم التمن ديالهم بشريتهم بالنسبة لاتمينة كيف ما لحتوا معي حلوة اللوزكة حسبتها بمية وخمسين ديال كيلو انا السيدة اللي اختمت لها ديال كومون دي فهي كلية قديمة ذاك شعاش ما حسبت لاش ديك مئتين جرام مئت جرام لزايدة كلها ما حسبتها لاش حسبتها غير كل حاجة وتمن ديالها بالكيلو يعني كيلو كيلو من كل حاجة بالنسبة للصابلة ديال النوغا حسبتها بتمانين درهم والحلوة ديال النشاء والفقاس هدو تمانين تمانين درهم صابلة نسلونس مئة وخمسين درهم نفس الشيحة بالنسبة للحلوة ديالوزكة يحسبتها مئة وخمسين درهم انتمنى حبيباتي الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليها بلايكاتكم ونخليكم دابا الى فيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة